السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو كمان تنمية الاية البدنية عنصرين مرونة وتحمل دورة وهو تكملة للدرس رقم واحد. بنهاية هذا الدرس تلميذ رح يصير قادر على تعريف واداء تمرينات رياضية جديدة وتكرارها حركات جديدة. اكتساب مرونة وتحمل دوري وتنفسي وتطويرهما. الادوات المطلوبة. لباس رياضي مريح. مكان مناسب ومساحة امنة. اقمع كونز او صحون صغيرة. يمكن سبدالها بعبوات مياه صغيرة او اي شيء كنت قدر تحطوه تستعملوه يتنسب مع التمرين. احماء. مو بتهية العضلات وتحفيزها لنقوم بالتمرين اللي رح نعطيها. احماءنا اليوم رح يكون احماء خاص لتمرين المرونة. تابعونا بالفيديوهات التالي. ضغرا لزدراعين الامام. واحد. ادنين. اطلاقها 10 رح لنقوم Virginia الميندى الثاني ومل chiffير لنقوم بالupa. احتفال الب другой ب Bad نفس الوضعية على الكتاف واحد اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني تسعة عاشر الآن اماد ايدينا لفوق على الكتاف واحد اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة تسعة عاشر الآن ميل الجدع على اليمين واليسار واحد اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني تسعة عاشر انا ميل الجدع على الامان مع مد الايد واحد اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني تسعة عاشر انا هلا تقاطع ايضنا اليمين عايزنا اليسار وبالعكس واحد اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني تسعة عاشر هلا عندنا تايم اوت استراح هذه الاستراحة راح تكون عندنا لمدة دقيقة منستفيد فيها بشرب الماء واستعادة النفس وتحضير حالنا للتمرين التاني كما هنكون هلا مع التمرينات الاساسية اول تمرينات هي تمرينات الليوني التمرين الاول نفتح اجرائنا وننزل ايدينا على الارض بها الوضعية واحد اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني تسعة عاشر كمان تمرين التاني نفس الوضعية بس ايدينا على اجرائنا واحد اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني تسعة عاشر التمرين التالت نفس الوضعية بس ايدينا لجوع الكعاب من وره واحد اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني بسعر تمرين اللي بعده نفس الوضعية بس العكس على ركبتنا واحد اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني تسعة تمرين اللي بعده نفس الوضعية بس العكس على ركبتنا اثناء ثلاثة اثناء ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني تسعة عاشر تمرين اللي بعده نضم جرينا على بعض وننزل ايدينا لتحت وراسنا على كابنا ثلاثة اربع خمس ست سبعة اماني تسعة ونخلصنا التمرين المرونة هلا عنا تايم اوت استراح هذه الاستراحة رح تكون عنا لمدة دقيقة نستفيد فيها بشرب الماء واستعادة النفس وتحضير حالنا للتمرين التاني وبعد ما خلصنا التمرينات اللي يونير هننتقل للقسم الثاني من درسنا هو تمرينات تحمل دوري تنفسي قد ما فينا رح نركض ونحاول نطول النفس تعولنا او النفس تعولنا خلال الركب اول هو جريب بين الاطبع بشكل متعرج بنرجع بنطلع ونرجع لورا بنطلع ونرجع لورا كمان بنرجع ونطلع لورا التمرين اللي بعده هيكون عنا النطب ايجرتين على حاجز صغير عشر مرات بشكل متتابع التمرين اللي بعده نفس التمرين اللي قبل بس بنا نطلع لجري واحد واحد انا ثلاث اربع خمس ست سبع مان تسعة عشر وهيك ما نكون خلصنا حصتنا لليوم نعمل نشاط ختام رياحة ماشي لمدة دقيقة ان بعد التمرين من العضلات ستريتشنج نرجع نغسل نرتاح ويعطيكنا الف عافية الى اللقاء في الدرس القادم موسيقى 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 موسيقى